مناشط متنوعة ضمن فعاليات مهرجان الربع الخالي الذي يقام بمنطقة الخذف في نيابة الشصر التابعة لولاية ثمرين مسابقة الرماية شهدت منافسة قوية في يومها الختامي حيث أقيمت مسابقة رمي الصحون بمشاركة فرق من مختلف محافظات السلطنة هذا نسخة لولا بالنسبة للربع الخالي مسابقة الرماية والحمد لله ناجحة بشكل عام بطولة ناجحة فيها مسابقة البندقية التي هي مسابقة السكتون مسابقة عامة طبعا الكبير والصغير ومسابقة الصحون كما شاهدت الحمد لله حققنا مركز الأول وكانت منافسات قوية ونشكر أخوان المنظمين في هذا المسابقة ربع الخالي ونقول عنهم جزاهم الله خير ضمن الفعاليات التراثية للمهرجان الذي تنظمه وزارة التراث والسياحة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية أقيم ركض عرضة الإبل قامة هذه الفعاليات من ضمن مهرجان الربع الخالي يأتي مزيج من الفعاليات السياحية والفعاليات التراثية التي تحيي الموروث وتكون ترويجا إضافيا لرافض سياحي قادم إن شاء الله ونتمنى التوفيق للجميع كما شهد المهرجان مسابقة تحدي الرمال وعروض الطيران الشراعي تأتي مثل هذه المهرجانات لإظهار الموروث العماني وتشجيع السياحة الداخلية سالم بن محمد زعبنوت من نيابة الشصر بولاية ثمريت محافظة ظفار